أسعد الله مساكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء بدت درجات الحرارة بالانكسار لاحظنا درجات الحرارة العظمى اليوم تراوحت ما بين 39 درجة مئوية في بعض مناطق إلى 43 درجة مئوية في المناطق الصحراوية وكذلك الشمالية الأجواء في المساء أجواء معتدلة متوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 22 درجة مئوية إلى 26 درجة مئوية خاصة في المناطق الصحراوية وكذلك الشمالية أما بالنسبة للطقس الحالي في مدينة الكويت سماء صافية بشكل عام السمرار الرياح الشرقية سرعتها 8 كيلو متر في الساعة درجة الحرارة الحالية 39 درجة مئوية رطوبة نسبية 14% متوقع مع بداية دخول الليل تبدأ الرطوبة النسبية تزيد خاصة في مدينة الكويت الرؤية الوفقية لا تزال جيدة تتجاوز 10 كيلو متر لا تزال دوت الكويت متأثرة في أنظمة جوية ضعيفة متمركزة في الحضابات الإيرانية مرتفع جوي أدى إلى استغرار التقس بشكل عام وتقلب الكتلة الهوائية إلى كتلة الهوائية رطبة ابتداء من الليلة متوقع أن تتحول الرياح لرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة إلى رياح جنوبية شرقية ستبدأ إياها ترتفع نسبة الرطوبة على بعض المناطق الصحراوية الساحلية وكذلك الجزر أجوال متوقعة في منتصف هذه الليلة بمشيئة لا أجوال معتدلة في المناطق الغربية من دولة الكويت متوقع أن تصل درجة الحرارة في منتصف هذه الليلة 26 درجة مئوية المناطق الساحلية بشكل عام ستكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على المناطق الجنوبية الشرقية من دولة الكويت وكذلك الجزر الشرقية والجنوبية الشرقية درجات الحرارة متوقعة في منتصف هذه الليلة من 27 إلى 30 درجة مئوية مع بداية الدخول ساعات صباح الأولى من نهار يوم الغد درجات الحرارة الصغرة متوقعة أن تصل إلى 22 درجة مئوية في المناطق الغربية من دولة الكويت مناطق الساحلية بشكل عام والجزر متفاوية تما بين 24 إلى 27 درجة مئوية استمرار في استغرار في الطقس الرياح ستكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ستعدي إلى بعض رطوبة على الجزر وكذلك المناطق الساحلية ابتداء من منتصف نهار يوم الغد متوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى في أواء الأربعينات 41 في مدينة الكويت شمالا في مزار العبدالي 42 درجة مئوية المناطق الجنوبية بشكل عام 39 في الوفرة أيضا 40 درجة مئوية في نويصيب كذلك متوقع أن تكون هناك أيضا الأجواء رطبة بشكل عام في المناطق الساحلية وكذلك الجزر الأجواء البحرية بشكل عام خلالتنا الساعة القادمة بمشيئة لا أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية متوقع أن يكون ارتفاع الموج من واحد إلى أربع قدم تيرات المايرات أزال ضعيفة في فترات الفساد أذان فجر حسب توقيت المحلي لمدينة الكويت ساعة 24 دقيقة موعد شروق الشمس ساعة 5 و 41 دقيقة موعد أذان المغرب ساعة 5 و 33 دقيقة بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال خمسة يام قادمة بمشيئة لا أجواء رطبة نسبيا في يوم الغد إلى خاصة على المناطق الساحلية متوقع أن تكون سرعة الرياح الجنوبية الشرقية 30 كيلو متر في الساعة ابتداء من يوم الأربعة وخميس وكذلك الجمعة تحول في الرياح إلى الرياح الشمالية غربية تنشط نسبيا خاصة على المناطق الغربية من دوت الكويت قد تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة مثير الأغبار الخفيف على المناطق المكشوفة راح تستمر إيانا الأجواء معتدلة في نهاية عطلة هذا الأسبوع ابتداء من يوم السبت وبداية الأسبوع القادم ترجع إيانا الأجواء الرطبة في بعض المناطق الساحلية وكذلك الجزر درجات الحرارة العظمة متفاوتة ما بين 41 إلى 44 درجة مئوية الصغرى متفاوتة من 22 إلى 24 درجة مئوية أعزائي مشاهدين أشكركم على حس المتابعة لنأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية